اول ضحايا موسي ماني في النادي الاهلي والاهلي يفاجئ فيلر بقرار جديد بعد رحيله مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بحضرتكم من جديد في قناة اخبار عجلة حالة من الدهشة اصابت غالبية مشجيع النادي الاهلي بعد قرار بيتسو موسي ماني المدير الفني للفريق بشأن المهاجم اليوباجي خلال مباراة الاهلي وبرامنزو اللي كانت امس موسي ماني ابقى بجي على مقاعد البودلاء منذ بداية المباراة ودفع به بشكل اضطراري بعد اصابة محمود كهربا في اول ربع ساعة من المباراة ومع تعرض عمر السلية للطرد قبل نهاية الشوط الاول كان بجي اول خيارات موسي ماني للتبديل بين الشوطين اللقاء ودخول بدلا منه احمل الشيخ فاللاعب لم يشارك سوى نصف ساعة او اقل منذ دخوله وخروجه وعلى الرغم من الانباء الغير مؤكدة بان ايليو بجي خرج نتيجة كادمة في الانكل الا انه بشكل عام يبدو ان ايليو بجي ليس من ضمن الخيارات المفضلة لدى بيتسو موسي ماني في المقدمة يأتي مروان محسن ومن بعده النيجيري جونيور اجي ثم تأتي المفاجاة بتوظيف كهربا بمركز المهاجم الصريح كل ذلك يسير في ازهان الجمهور ان هذه القرارات قد تعود للخلاف القديم بين ايليو بجي وبيتسو موسي ماني الخلاف الشهير في مباراة الاهل وصندونز هذا الموسم في اياب دور التمانية بدور ابطال افريقيا حينما استفز المهاجم مدرب صندونز حينها وهو في طريقه لخارج الملعب بجي خلال الاولى الاخيرة بعد ان كان الخيار المفضل لدى السويسري رينيه فيلر ها هو الان من المفترض ان يحارب مجددا من اجل الحصول على دقائق المشاركة وفي سياق اخر وفيما يخص المدرب السابق رينيه فيلر اصدر مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم قرار جديد بشأن المدرب السويسري وذلك عقب انتهامه متو مع النادي الاهلي بداية من اكتوبر العام الحالي حيث قرر النادي الاهلي تحويل مكافئة الفوز بالدور المصر للسويسري رينيه فيلر المدير الفني السابق للفريق خلال ساعات من اليوم واتفق مسؤول النادي الاهلي مع رينيه فيلر على تحويل مكافئة الفوز بالدور للجهاز الفني والتي تبلغ حوالي 400 الف دولار قيمة شهرين من راتبه في الاهلي في شهر نوفمبر المقبل وكان فيلر قد فسخ عقده مع النادي الاهلي مستغلا البند الموجود في العقد والذي يسمح له بالرحيل في بداية اكتوبر دون تزديد اي شروط جزائية وفي النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد وياريت لو اعجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك اما لو كنت بشهدنا للمرة الاولى فاشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس لتصلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة اول باول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة